بعد طفان نوح وتحديدا بين سنة 2000 و 2500 قبل الميلاد أتت حقبة شهدت طغيانا لم تشهده حقبة أخرى في التاريخ الإنساني وكانت الحضارة الظاهرة في ذلك الوقت هي حضارة بابل توفد عليها ملوكا من عتات التاريخ كان من بينهم ملكا اسمه زهاك وذكرته كتب التاريخ باسم الضحاك والمهروف أيضا باسم النمرود وفي حديث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان والكافران نمرود وبخت نصر وسيملكها خامس من أهل بيتي كان النمرود مفتونا بالسلطان والقوة وبدأت فكرة تعلم السحر من رغبته في السيطرة على ملك الدنيا لكي لا يكون لأحد ملكا كملكه في من سبق ومن لحق فكانت الصفقة الأولى بين إنسان وشيطان وذلك بأن يبيع له نفسه وروحه بالطغيان الكامل والطاعة مقابل القوة والسلطة والسيطرة على العالم بالملك وبالفعل أعطى النمرود كل أسرار وتعاليم السحر التي تمكن له ما أراد بدأ النمرود سيطر على الملك بقتل والده كوش وكوش هو حفيد نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمر أهل مملكته بالخضوع له والامتثال الكامل لأوامره ونواهيه كإله وملك الأقاليم السبعة الذي لا يوجد له مثيل أو شريك في الملك وادعى أنه هو نفسه الشمس واستمد فكرة التاج من ملوك الجن فكان أول من وضع التاج على رأسه أراد أن يؤسس مقرا لمملكته فجمع مئات العلاف من أهل مملكته يقدرون بنحو ستمائة ألف رجل وطلب منهم أن يشيدوا له برجا لا تبلو قمته إلا بمسيرة عام كامل وكان لهم أراد وشيدوا له برجا هو أول عجيب من عجيب الدنيا استقر النمرود في ملكه حتى جاء يوم رأى في منامه رؤيا بأنه نظر للسماء فإذا به يرى فارسا على جواده يأتي في مواجهته ولما أعاد النظر وجد أن الفارس قد اختفى ليحل محله كوكب متألق في مواجهة الشمس ولما أعاد النظر مرة أخرى وجد أن الشمس اختفت والكوكب كأنه فارس يعد بقوة جهة الأرض موجها إليه سلاحه ففزع النمرود واستيقاظ من نومه وأمر بالصفوة من علماء بابل كي يفسروا له رؤيا فأجمعوا على أن تفسير تلك الرؤية أنه سيولد في مملكته ولد تكون نهايته بظهوره فثار النمرود ثورة عارمة وأمر بأن يقتل أي مولود يولد في مملكته فقتل كثير من الأطفال وأمر جنوده بأن يقتحموا البيوت ليفتشوا فيها عن كل مولود كان من بين من ولد في تلك الحقبة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء واستطعت أمه أن تخفي خبر مولده ونجحت في تضليل جنود النمرود حتى صار يافعا ولما رأى في قومه الضلال والطغيان من عبادة الأصنام التي يتوسلون بها الكواكب التي كانت هي آلهتهم ومنها الشمس التي يمثلها النمرود أبى ذلك وأصر أن يحطمها حين خرج الملك وأهل قومه للاحتفال بأحد الأعياد ذهب إلى معبدهم الذي كان يسمى أور وحطمهم جميعا إلا صنما ضخما فيهم اسمه مردوخ فوضع على كتفه الفأس ورجع عاد النمرود وأهل مملكته فصدموا بما رأوا من تحطيم أصنامهم فتعقبوا إبراهيم للصابق علمهم بكرهه للأصنام وحين وصلوه قالوا له لما حطمت آلهتنا فأجاب بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون غضب القوم غضبا شديدا وأخبر النمرود بما حدث من إبراهيم فأمر بأن توقض نارا عظيمة وأن يأتوا به ويلقوه فيها على مرأ القوم ليكونوا عبرة لغيرهم جمع الناس الحطب وأشعلوا النيران وعتوا بإبراهيم وألقوه فيها وحين هدأت النار وانطفأت ذهبوا ليجمعوا رمادها ورماد إبراهيم فإذا به يخرج من تحت الرماد ولم يصبه لا حرق ولا ضرر اندهج الناس وآمن منهم من آمن وأمر النمرود إبراهيم فجاءه فقال له من ربك؟ قال ربي الذي في السماء فقال له النمرود وماذا يفعل ربك هذا؟ أجاب إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال له أنا أحيي وأميت وأمر باثنين محكوما عليهم بالإعدام فقتل أحدهما وقال أحييت هذا وأمدت هذا فقال له أحيي من قتلت لو تقدر ثم إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهت النمرود ولم يستطع الرد كان من بين القوم رجل ذو بأس وقوة يؤمن بإبراهيم وربه عز وجل ويعمل بالحدادة اسمه كاوى وقد أتى إليه جنود النمرود وأخذوا طفليه وقطعوا رأسيهما أمام عينيه فما كان منه إلا أن خرج يدعو الناس ليثوروا على النمرود بعد أن ذبح أولادهم أمام عينهم وقد جمع معه قوم كثير وذهب إلى النمرود فظن النمرود أنه مجرد حداد أتى يسترضيه بشيء يصنعه له كهدية إلا أنه فوجئ بمن يحدثه بغلزة وبطريقة لم يعتدها من أحد وقال له اسمع يا ملك بابل وأشور وما حولهما أسلم تسلم وآمن بربنا ورب إبراهيم تأمن وإلا قتلناك وأنهينا ملكك فثار النمرود وقبل بالحرب مرددا ألاقيكم في معركة حتى أمحوكم ومن تبع إبراهيم عن آخركم والتقى الجيشان فإذا بجيشك ويبدو قليل العدد أمام جيش النمرود فعلم النمرود أنه صاحقهم لا محالة إلا أنه أتى الجيوش من البعوض تسد الأفق تتبع النمرود وجنوده فهزم النمرود شر هزيمة وقد تبعته بعوضة دخلت أنفه واستقرت في رأسه وكانت لما تدور بها تعذبه عذابا أليما ولا يسكتها إلا أن يضربه جنوده بالنعال على رأسه حتى مات في قلعته في برج بابل الذي بناه ليبارز ملك السماء ولم يعد له أثر يذكر رغم أنه كان شاهدا على عجيبة لم تحدث في الأرض ترجمة نانسي قنقر